كينغ وهو نائب بارز عن الحزب الجمهوري يمثل ولاية آيوا قال إن قمة الرياض مثلت بداية ناجحة لعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولعلاقات أمريكا الخارجية وشدد كينغ على أهمية العلاقات الأمريكية السعودية وتاريخيتها العلاقة مع السعودية تاريخية وقوية مؤتمر الرياض كان مؤتمر إيجابي جدا جدا كان هناك ممثلون لخمسين دولة مسلمة سنية معتدلة كنت أنظر لوجه الزعماء الحاضرين وكانت هناك ابتسامات على الوجوه علينا أن نهزم الفكر المتشدد هذا الفكر يقتل الناس يقتل المسلمين ويقتل المسيحين واليهود حول العالم كينغ الذي فاز بكل الانتخابات التي خاضها في ولايته منذ منتصف التسعينيات قال إن من الضروري أن تكون لأمريكا علاقة قوية مع السعودية والدول العربية المعتدلة من أجل مكافحة الفكر الإرهابي ودحره يجب أن نبني تحالفا مع القوى السنية المعتدلة في الشرق الأوسط كل الأمور لازمة لذلك تم وضع أساسها خلال قمة الرياض أنا متشجع جدا بما رأيت وأمل أن نتقدم جميعا إلى الأمام وأن نعمل على تنفيذ مقررات القمة الولايات المتحدة ملتزمة بذلك الرئيس ترامب ملتزم بذلك هو يفهم أهمية هزيمة الفكر الإرهابية وكذلك وزير الخارجية تيلرسون ووزير الدفاع ماتيسة لدينا فارق عمل حكومي مناسب وملتزم بتغيير أسلوب الحرب ضد الإرهاب وكان الكونغرس قد شدد مؤخرا من مواقفه ضد إيران والدول التي يراها داعمة للإرهاب ستيف كينغ قال لي إن وسائل الحرب ضد الفكر المتشدد يجب أن تكون إلكترونية ومالية وثقافية وقال إن تحقيق مقررات قمة الرياض سيكون السبيل لتحقيق النصر في هذه الحرب رافد جبوري الإخبارية واشنطن